يعني قبل ما نطلع فاصل هل من ممكن مباراة يعود لوف يعاور هذه الخسارة أعتقد الخسارة تقيلة مش تقيلة عشان منتخب فرنسا بطل عالم لا في بداية المشوار وكل الأمال كان على المنتخب الإيطالي حضرك عرفت أكيد الرحلة الأخيرة للوف مع المنتخب الألماني تتوقع مباراته إيه مع البرتغال هيصحى هذه الأخطاء هيدخل كيميتش في نص الملعب هيكون فيه رؤية معينة ولا إنت شايف ممكن يكون تفاعل لوف مع مباراة البرتغال إزاي لو أنا ما كانوا حالعب 4-2-3-1 اللي هي الطريقة اللي بلعب بها المنتخب الألماني وبتلعب بها حتى أغلب الأندية الألمانية أغلب قليل من الأندية الألمانية اللي بتلعب 3-1 فغير الطريقة الأربعة 2-3-1 ده نمرة واحد نمرة 2 كيميتش ولي قش جوا ويبقى موجود في المكان الاستراتيجي بتاعه اللي بيقدر يسيطر فيه على اللعب والعب برأس حربة صريح بيكونش توماس مولور دي ثلاث حاجات أنا لو عملهم أعتقد أنه هو مفروض فنيا أعلى شوية من المنتخب البرتغالي بس المنتخب البرتغالي قوته أنه كان بيلعب مباراة كلنا تخيلنا أنه أمام المجر خلاص مباراة صفر صفر فجأة بعد ثلاثة صفر لا يؤمن عقبها المنتخب البرتغالي المنتخب البرتغالي كمان ظهر بشكل أكتر من رائع